ماذا هو روسيا فاغنر؟ المجموعة الوحيدة 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 التي يعمل في الوحيدات منذ نحو ثماني سنوات وحتى اليوم نشطت مجموعة من الشركة العسكرية الروسية الخاصة والمعروفة باسم فاغنر في عدة بلدان حول العالم ابرزها اوكرانيا وسوريا وعدد من الدول الافريقية حيث بدأت هذه المجموعة العمل لأول مرة اثناء ضم روسيا لشبه جزيرة القرم ولطالما اتهمت بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الانسان في المناطق التي تنتشر فيها ورغم ان روسيا نفت صلتها بهذه الميليشيا مرارا لكونها تتعارض مع الدستور الروسية الا ان عدة تحقيقات عبيرة للقارات تشفت عن ان مجموعة ضباط سابقين بالجيش الروسي ابرزهم ديمتري اوتكين هم من قاموا بتأسيسها واعطائها اسم فاغنر تيمنا بلقب ديمتري اوتكين او اسمه الحركي حين كان ضابطا في الجيش الروسي حيث كان الهدف الرئيسي من تأسيس هذه الميليشيا هو دعم النفوذ السياسي والاقتصادي الخبيث لروسيا في جميع انحاء العالم بحسب ما وصفته واشنطن فعلى الصعيد الاقتصادي فقد تركزت استراتيجية ميليشيا فاغنر منذ تأسيسها حتى اليوم على حراسة مناجم الذهب والماس وتهريبها اضافة الى حراسة حقول النفط والموارد المعدنية مثل ما تفعله الان في سوريا وافريقيا اما سياسيا فقد عملت فاغنر على دعم الحكومات في كل من ليبيا وسوريا ومالي في افريقيا ضد المتمردين اذ يعتقد ان ما يصل الى الف مرتزق من فاغنر شاركوا قوات حفتر في الهجوم على الحكومة الرسمية في طرابلوس الليبية عام الفين وتسعة عشر ويضاف الى ذلك قيام هذه الميليشيا بعقد صفقات سياسية لحماية المسؤولين واعضاء الحكومات مقابل تسهيل حصولهم على الموارد المعدنية مثل ما حصل في جمهورية افريقيا الوسطى عام الفين وثمانية عشر عندما قامت فاغنر بحماية الرئيس المحاصر فاوستين عرشانج تواديرا ودربت قوات الامن المحلية على صد هجمات المتمردين في اوائل عام الفين وواحد وعشرين استناد مجموعة فاغنر على السياقات الامنية والسياسية الهشة في البلدان الافريقية والشرق اوسطية فتح البابا امام دولة مثل بيلاروسيا التي تعتبر الكريملين شريكا هاما في المجالين الاقتصادي والسياسية للانخراط في تشكيل ميليشيا مشابهة لفاغنر خاصة لما توفره هذه الميليشيا من توسع للوجود الاقتصادي والعسكرية حيث قالت وهي ممثل الدفاع والامن لزعيم المعارضة البيلاروسية ان شركة الامن الخاصة البيلاروسية المدعومة من الدولة والمعروفة باسم زادت بشكل ملحوظ عدد موظفيها في الاشهر الاخيرة ويمكن ان تستعد للمشاركة في العمليات العسكرية حيث تمت زيادة عدد الموظفين من قبل الضباط والرقباء والجنود الذين خدموا في قوة العملية الخاصة والوحدات الخاصة لوكالات انفاذ القانون في بيلاروسيا وهي الشركة الوحيدة من نوعها في البلاد التي سمح بها الزعيم الحالي واليكسندر لوكاشينكو الحلف المقرب من بوتين بحيازة اسلحة النارية في منتصف عام الفين وعشرين وتضم موظفين مدربين تدريبا عاليا يعملون بالترادف مع الحكومة وجيشها المغزى الرئيسي من اعادة تدوير فاغنر بشركات امنية جديدة يأتي لتمويل انشطة الكريملين خصوصا بعد ظهور ضرر العقوبات التي فرضت عليه من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبية للعب دورا في تحقيق اهداف السياسة الخارجية الروسية بالاضافة الى المكاسب الاقتصادية والجيوسياسية والعسكرية لموسكو ومع ذلك فان التوسع الاقتصادي لفاغنر واخواتها يواجه العديد من التحديات من الدول الغربية اهمها سياسة العقوبات التي تتبناها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي فهل ستكون العقوبات كافية لردع هذه الميليشيات ام اننا سنشهد كيانات مشابهة في الفترة المقبلة.